لأنها بحتاجن esté سريع في التذكير في التذكير لا ت��도عودة الزهاب وعودة والعودة لازم تكون اكتب يعني انا حرفيا الطيارة بتاعتي فاتت لانو كنت حاجز الزهاب بس وقال لي لا لازم تحجز عودة وما قدرت تحجز عودة رحظيا فرجعت البيت ودفعت 100 دولار لازم يكون عندك ذهاب وعودة وما في حاجة اسمها عودة فاك ما بيقبلو منك يعني الامارات بيقبلوا العودة الفاك يعني في وكالات بتدفع عليها تقريبا 10 دولارات ولا 15 دولار بيعملوا معك بيعمل لك بتاعات عودة اللي هو الحجز المبدئ ما نفهم الحجز المبدئ ما يفرع إلا تعمل ذهاب وعودة وتدفع قروش عديل والتبقيقة اللي هو حتكون اغلى باحتمال الدبل الوانوي او الدياح الواحد بس بالضبط كده بالضبط التذكرة من من اديس لكي قالي الذهاب والعودة بخمسين الف وحاجة كده وتشيز 500 دولار 500 دولار او 500 دولار ذهاب وعودة لما انتجي تصل للمطار بتاع كي قالي الفيزا قاعدين يتجرجروا فيها شوية وهمش بيتجرجروا فيها لكن بيتحققوا معاك شديد انت جاي هنا لشنو لأنه يعني ما دارين الناس يجيوا صعي انا عند صاحبه حرفية ارجعه لانه ما كان عنده صليت ريزون لانه جاي كي قالي لشنو فلازم تكون مرتب امورك من البداية عشان تديم سيناريو ظابط كده يقنعهم انه والله الزلده فعلا جاي هنا لريزون ما جاي هارب انا في الكيس بتاعي حجزت الذهاب وعودة العودة حجزتها اقل من شهر حجزت يعني الذهاب والعودة بعد عشرين يوم انا عند اصحاب اصلا بروانديين قابلتم في فيالي فاتواصلت معاهم ورسلوا لي يعني بس كتابك انه احنا داعينك لانك تجي سياحة هنا عشرين يوم فانا جاي شنو انا جاي كي قالي شنو جاي سياحة عندي اصحابي بيهوستوني بيطلبوا منك رقم الزل البيهوستك او البيستقبلك يعني لا يجب يكون رواني ويتصلوا ليهو فعليا ويسألوهم انه ينزل لليه جايك او لا جايك بعد ذلك تماما يجب يكون عارف انك انت حتنزل وين لانه برضه حيسألك حتنزل وين اذا انازل في الفندق بيقول لك عايزين العنوان بتاع الفندق وعايزين الرقم بتاع الرفي في الفندق بتاع الريسي بشن ولا هناي هيتصلوا على الريسي بشن وعايسألوا انه عندكم حجز بلا الاسم الفلان او لا فنزل جدين شديد عرفت ما بيهزره فانت لازم تكون مضبط امورك دي كلها يكون عندك زور هناك بتعرفه متواصل معه مرسلك دعوة لحاجة انت عايزة تعمله يكون عندك عارف عنوان بتاع فندق وحاجز عنده عشان يتصل فندق او جيست هاوس او اي حاجة اللهم السيناريو ده بس كله عشان تقنعهم انه انت جاي السبق وراجع طوالي ما ما جايت بسوه هنا اوكي تعم شايد بس النقطة اخرى في النقطة لانه انا اعتقد اصعب حاجة ممكن تكون في النقطة دي هي انه كونه انت قالك زور هناك اه تو هستيو ولا يقول انه زور جاي معي ولا كده اه اذا في زولدان يمشي رواندا هل ممكن ناخد مسلا هل انت ممكن تفيدو يعني مسلا تشوف زور هناك او او مسلا تساعدو في انه اللي قاله بزور ولا هتكون صعبه برضو علينا لا هو هو الزول اللي هتلقاه هل هتلقاه هو ده لشنو عشان يجستفاي انه الزول ده جاي لشنو يس يعني انت ممكن عادي ما ما تلقى زول سوداني او ما تلقى زول اصلا رواندي ويكون عندك ستولي دريز لانك انت جاي والله سياحة بزنس اي حاجة سياحة لكن لازم تخط السيناريو كله فيه انت لانه بيسألك حرفين انت سياحة جاي تمشي تزور ياتو حديقة مثلا او ماشي تزور اي محل فيك يقالي والمحل ده سعره كم انت فتشت عنه في النت ولا لا فيه انت يعني ما بيس تقطاع من راسك انا زميليل ارجعوه ده قال جاي كورس تمام قال ليه الكورس اسمه شنو مدته شنو والمؤسسة القائمة بالكورس وينه الانبتاشن لتر بتاعة الكورس انت سجلته فيه وان ما سجلته لما زنقوه كده وهو ما كان مجهز السيناريو عرفوا انه ده كل كلام فيه فقال له ما بينجيك الجيزة ببساطة اوكي طيب صلابت انا عرف ان التفاصيل ده كلها مهمة بالنسبة للناس اه وما دار يعني كده امروا عليها سريعا انا عرف انه في اي نقطة فيها تفاصيل قديرة ومحمد وانت جربتها في بتالي حيكون في التفاصيل اكتر لكن طيب خليني حسي نوقف هنا اللي هو من حسي هنا في المطار بتاع كيغاري لسا يعني بعد المعينشة والحيات ديلة في كيغاري صح اه فبرضو الناس تنتبه لانه الموضوع بتاع الفيزا محتاج شنو انت سوا بتاعك هناك والحيات دي كلها دي لانتجيهيزة اوكي كويسي اه في اه عبد الحميد كان عندي بس اضافة ضريفة سريع الحقيقي ما عرف عبد الحميد اذا سامعني او اذا لا اه انا تقريبا عام الموت وقع في الفيديو اللي كان او ازيكم كيف تموم الحمد لله اه سامعني كويسا ايو انا سامعك كويسا ازيكم يا شباب ميد محمد شكرا لك محمد ازيكم ميد انا بس في كبير سألت سواء انت لمحمد انا معك هو واجبتين او او عبر بيتين المظارف انا عبرتها سابق اه فبس في تقيير بسيط في بعض التفاصيل بس ها عدينا شوي وبعدهاك ممكن تواصل يا احمد طوالي اه اللي هي جاعة سايزة انت من المؤلاء تمديد الجواز هل مقبول ولا ما مقبول ات اذا هيستطلع بالقلابات مفروض تمديد في القضارف يعني تمديد مدني ما مقبول منك لانه تمديد مدنة بالعربي فتمديد القضارف هو المقبول جزتي يعني حتى تنزل المدني وكان دار يعمل الفحص الامن فقمت سألت وطلين انت عندك مدد مدني بس قلالا يقول لي اخ نحا يقبل منك قبضا لسي تعمل طوالي هنا طوالي تمديد في القضارف عشان حيرجعوك وفي ناس قبل كده رجعوك ففعلا لو امسأل الطائب قال لي انا ما ستمسي معنا تمديد من القضارف تمديد من القضارف لانه حتم فيه عربي ومجريسي ويقول ما كل الدول بيتعرف العربي التمديد سيرو ب 31000 نخر حاجة الفحص الامني تقريبا عمل 11.5 وقام 5.5 وقام 5.5 اضافة الابين في الجواز لو عندك ايبين ما عنده الجواز بتعمل له ويضافه في الجواز بـ 21000 يضف في الجواز وما طوالي لكن زاده لازعار دائما يزعار مش الزيارة الفحص الاني صحك عمبي 5 لكن كلام ده قبل عيد وبعد العيد دائما عمل 11 اضافة انا ليتنادى السابق فما عارف السهل هو زاد ولا ما زاد فذي وقت الناس ينتبهينه لازعار باستمراحية بتدريب فما سعبت يعني بالاضافة للحايسة اللي كان قلت بجندر من المكلمة بجندر بألف تقريبا نصف حسرة بألف ونصف انا ما عارف هل دي عشان ايام العيد ولا ادي ايامها دي لكن المهم هنش محصل بألف ونصف تبا فاكيب بس بعض التقريبات تمدي ده الجواز مقبول مع في مشكلة يعني أسيب وبتقبل ما عرف فاكيب باندي هنا بتقبل بجندر المعرفة بالدولة التانية بتقبل المعرفة بالدولة التانية بتقبل بجندر بجندر اللي هو بيختم يعني فادي ما بتقول ما في مشكلة في اوفر كده زابط لو انت عايز تسافر عبر الخطوط الأسولوبية اللي هو في مطار جندر بتقطع اول حاجة انك عندك تسكرها الانترناشنال يعني خارج دولة بتاع الاسولي ما في اي دولة تانية بتقطع تسكر الدول بدا الحديثة بتقطع تسكر من جندر لأدس بكم بين الصلغين بتقييم بك في 4 فيبر 4 فيبر تقييم تعدلها كامعة الاشترافة بعد اوفر برضو نصبا اكتبين بل اوفر باستوكيد مني لهم سمسكتر الاستوكيد منهم نحن نكرد بهم تلك الأوراقين بل اوفر تسكر تاولة بولات الوائر وراتها بتقطع والجندر لأدس اللهم عندهم بحوالي 6 رحلات في اليوم و7 تقريب حد نفسها حد نفسها 7 تتغير باستنوان لكن اليوم منذ سبعة وثماني الحالات اليومي منذكر للسفر اليوم هذه الحياة الحديثة اوضحها سنحبها طيب يا احمد انا ممكن ان عندي ضافة صغيرة هنا نعم طوالح انا افتكر فيه انه طريقة اسهل للسفر يعني انا صحيح من قبل الحرب برسودان فمعرف طريقة تطلع الحقيق للناس في الارض كيف لكن اذا الناس قدر اتصل برسودان فهي اسهل الخيار لان اتصل الشرقي افريغي عموما باعتبار انه طيران تركوا وفتح طيران مباشر ما بين برسودان لمطار عن تبي في يوغندا فهنا انت بتقلل التكاليف بتاعتك من السودان لحد اثيوبيا من اثيوبيا ثاني لحد اي دولة انت ماشيها فمباشرة من برسودان ممكن تصل مطار عن تبي في يوغندا وتاخد تأشيرة استي افريكا اللي هي بمية دولار تقريبا عند الوصول فمن هناك تركب البص البص من يوغندا لكينيا بخمس وعشرين دولار ومن يوغندا لحد رواندا تقريبا خمسين دولار او كم واربعين دولار فانت هنا بتقلل التكاليف اه بتقلل التعب بتاعك لها تمكن شوية تزيد لك في التكاليف في اعتبار انك هتاخد فيزا اغلى شوية بمية دولار من خمسين دولار اللي هي بمية دولار تلاتة شهور اللي بتدخلك تلاتة دول اللي هي يوغندا وكينيا ورواندا بتزيد لك التكاليف بتاعت البص في انك بتاخد بص لثمانية ساعات او تسعة ساعات او عشرة ساعات يعني ما بين يوغندا وكينيا او يوغندا ورواندا يعني فده خيار اسهل شديد زي انه يوغندا بتقبل الجواز الممدد يوغندا بتقبل الجواز المنتهي ممدد بالاستيكر بسطريات تغريبا يعني وبتقبل الجواز اللي فيه الاضافات برضو معاك الاطفال فدي ليه انه ممكن الطريقة تطلعة تكون الا باثيوبيا والطريق بتاع انه تبيت يومين ثلاثة في الشارع يعني ليه الناس ما فكرت دس في سؤال هنا غرضه اتفضل يعني انه سعر التزكرة من بوز سودان لغاية يوغندا بيتام بيتام يعني ما اقل من 400 دولار تغريبا لا لا 1000 دولار على فكرة 900 دولار ووسي زالت عملت 1000 دولار 300 ألف دي كم يعني تغريبا انا قررت انها 300 ألف لا لا زالت زالت ممكن الناس تتأكد منه لكن انت شوف الخيار ده برضو الخيار ده حتى لو بيزد لك التكاليف فهو بقلل لك التعب يعني فانت شوف الخيار ده برضو انه بكلفك كم من بورسودانت ليوغندا ما بيحتاج منك اي حاجة لفحص امني لزول اللي انتظرك هناك لحجوزات وانوي ما بتقطع 2 ويز يعني انا بتكلم عن وانوي ب 400 أو 450 دولار يعني فانت بتقطع 2 ويز هو ما اعتقد انه السعر ده كده لانه لما كانت السعودية شغالة كانت ب300 ألف ليجده لهو قضعت البحر انا سمعته والكلام ده ما مؤكد انه التذكرة من بورسودان ليوغندا وصلة لألف دولار ممكن الناس تدخل صفحات تارك وتتأكد برضو من الاسعار وكده ده خيار هو موجود متاح بقلل لك التعب بتاعك اللي انت تنشبهه من القضارج بالتقطيع كده لحد ما تصل اثيوبيا حتتقعد فيها كم حتتقطع فيزا بي كم عشان من اثيوبيا تاني تقطع للحتة اللي انت ماشي لها يعني بشكل متقطع يعني بالشكل المباشر اللي هو من بورسودان للمكان اللي انت ماشيه فالناس بردو تفكر في الخيار ده هو بعتمد اساسا على السعر هو فعلا كلامك صحنا عندي صدير لي في بورسودان وعايزي يجيه وغندا فتقريبا هو وجل ايه سعره بيحصر الف تزعمية ومع فيه فيه حاجات تقريبا كده ومنين بتحصر الف ده ولما نقارن التكلفة انه يجيه عن طريقة القضارج فليجاهل لك أجلة يعني يعني اناسي مثلا القضارج بتكلف لحد ما انت تصل حوالي مدين وخمسيناف وميتين ومسيتيناف بما فيها تذكر الزهاب وليا بما فيها تذكر بتاع كوندو لأديس بما فيها المقفونة وفيها الحاجات دي يعني تكلفة يلا انا بتكلم عن من أديس ليوغندا من أديس لرواندا من أديس ليوغندا مئتين وسبعين مئتين وثمانين في الحدد دي يعني مئتين وسبعين مئتين وثمانين او قلت دي يعني انا باوت ربعمية دولار لحد ما تصل ليوغندا كم؟ ربعمية دولار يعني مثلا المئتين وستين لي بس عرسودان اليوم طبعا قاعد مشاهدة الموقع بتاع بتاع تحتار كلاسة عشان نشوف المتاع بي كم عشان يعني كده يصل للحد بتاعه لكن انا مش لانه قدر ما اخد بحث بيقون بالدنيين انه ما فيه لا عزرا لا فيه تحلق صفحاتهم في الفيسبوك هم ما بنزلوا فيها تحديثات على الخوام الشي تريح الصفحة بتاعاتهم لكن ما بتلقى فيها سعيد كاتبين انه في اوغندا كده الفيزا بخمسين دولار يبقى تزعمائة دولار تزعمائة دولار مشاهو عودة ولا ماشي بس والله بس معودة كده ماشي عادة اوكي ماشي كده تزعمائة دولار تمام قليلا اخدتها تزعمائة دولار ام طيب تمام انا انا اعتقد انه ده خيار ممكن يكون كويس للناس اللي هي دائرة حاجة واضحة شديدة يعني ستريت فورورد تينكينج تمشي بورشدان تحجز يوغندا شكرا جزيلا تنزيل انتهينا باليوغندا تمشي وجهتك تقطع التأشيرة بتاع ديست افريكا بمية دولار يعني اوكي ده خيار كويس في الخيار ثاني اللي هو انا هفتغط انه هيكون ارخص لكن مضعب وفيه كمية من المجاهل اه اللي هو من خلال من خلال اسموش نوروبي من خلال القلابات والجمال انا كاحمد اذا التعني انت عندك القروش اللي بتخليك انك تسافر من من بورشدان سافر من بورشدان طوالي ولا تفكر مع مع الكمية الحياة التي تحصل دي ديعته انا خياري خيار غالب للمناسبة هو ارخص يديد لكن برضو هو ليه مصر لا ما مصر طبعا كويس انك من السودان تصل كوستي من كوستي تقطع جودة تمشي الرنك جنوب السودان من غير اي تأشيرة من غير اي ورق مطلوب اه من الرنكي تمشي تصل جوبا بتسكرة ب 2300 دولار من جوبا تصل ب 25 دولار بس لحد يوغندا ده انا في ناس انا بعرف ناس عملوا الحاجة دي يعني وصلوا حاليا قاعدين في يوغندا ممكن تركب طيارة من جوبا لحد يوغندا دي برضو خيار هو فعلا ده خيار وانا برضو عندي ناس سافروا لكن الطريق داك ما امن وتكلفته برضو عالية لانه جوبا غالي جيد لكن اعتقد انه احنا اخذنا زمن طويل جدا نحنا ادروا وصل القيوط للناس انه في كم طريقة انك ممكن تطلع بيها نمشي نشوف بعد داك حاجات تانية برضو عشان انا برضو احمد حاستازنك بعد اقل من ساعة يعني من الالتزام تمام طيب اوكي معناته خلينا ندي كل 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 طبيق حاجة بتاعات خمس دقائة خمس دقائة خمس دقائة خمس دقائة بالنسبة لكل زيدينا وصل الخلاصة بتاعته نشوف اه بس دا نسأل عبد الحميد انت حاليا في اوغندا ايو انا اعم انا في اوغندا انت وين في اوغندا حاليا في ساسي فين كي ساسي اوكي طيب اول حاجة عبد الحميد خمس دقائق معك تورينا السفر مع الاهل لانه نحن هنا تكلمنا عن السفر يونت براك اللي هو كل انك شباب لكن عندما تكون انت معاك اهلك وزوجتك وابلاده وكده الحاجة دي الاضافات شنو بتكون موجودة اخر حاجة الحاجة دي شنو يعني اضافات فيها المشاكل اللي بدوها ايضا ممكن تاخدها في احتبارك شنو وصح فعلا مويد يعني كلام انه الرحلة عبر البدارف وعديس وعفهم المتنوى وقندر هي رحلة طويلة يعني انت قد تصل في يومين بدل تصل فيهم واحد بس بتبكى الخرق بتاع المبلغ في نفس الوقت انت يعني يعني مثلا اي انت عايز تمشي اي دولة تنمي لابد لابد ان تكون خطي حساباتك المالية للحاجة دي اذا انت بتقدر تعمل حاجة دي بقل تكلفة في نفس الوقت احنا عشان يجينا بعد العيد طوالي فما كان عندنا مشكلة يعني في نفس الوقت جينا القداري في نفس الوقت وصلنا قندر طوالي فما كان عندنا مشكلة فما كان في تعب يعني كثير بجول عليه فده كان بالنسبة لنا يعني خيار جيد حتى لما جينا عملنا الفحص الامني و جينا عملنا تأشرت الخروج في القلابات وفي المتنم ما اخذت مننا ساعتين بعد ذلك طوالي وصلنا يعني ركبنا العربي ومشيلنا قندر طوالي وصلنا اليام البعديهم وصلنا بعد ذلك الناس يعني اختلفت وجهاتها حسابة الناس الماشى الرمان الماشى النصير فهنا عمامي من ناحية التعب في تعب سبط ما في سفر ما في تعب فإذا انت عايز تبش عن طرف بالفدان لغنة طوالي طبعا بكل تأكيد هي حاجة سهلة ما فيها مشكلة ممكن تبشتها بس بيبقى ان كنت تدخلت حساباتك المالية ايت تدخلت خيارين بعد ذلك تشوف انت بالنسبة لك الحاجة بفضل الشيء بالتعب بالاضافة لانه تقريبا بالسودان ما بتقدر تاخد غير ثلاثين كيلو مردو خلق الحاجة اللي في بالك من الأفض بداعقة عشان تطاحتك وفرما تتجاوز ثلاثين كيلو وعندك سبع كيلو في يد بعكس عندك كم واربعين كيلو كم واربعين كيلو تدخلت خلالها بعدك تدخلت خلال مصاعفة عندك حياتنا طيب ما عرفتها اوكي انا واريتها اوكي انا بس عنده سؤال سريع هذا بالنسبة لبتاع الامني اسمه اوكي بتعمل في القدار يبد اسمه الفحص الامني الفحص الامني بالنسبة لك يا عبد الحميد لانه على حسب الكلام محمد لازم يكون عندك فيزا لدولة ثانية قاعد عندك في الجواز فانتو عملتو عشان تخطوا الحاجة دي انا طبعا بتعمل الفيزا اولاين انت لو عندك ذول اوه ابر الوقالة ذول بتسغفية ممكن يعمل لك الفيزا اولاين لو عندك ذول بتعرفك في يوغاندا ممكن يعملك الفيزا اولاين ممتاز اول فحص الامني لكن عمل اولاين اسهل ليك وابضل ليك يعني بتطلع في يومين ثلاثة بالكثير ثلاثة يوم ممتاز خالص نفح فالهم من يمكن يدعمي ال اولاين او لشنو؟ الفيزا. انه تدفع اي وعيد. انه تاخده اولاين. الفيزا اوكي. طيب تمام. اه خلينا نمشي بعد ده لنقطب يعني كده اللي جهو حبتين. اللي هو اه الموضوع بتاع السكن. تمام? وحنية للموضوع بتاع الدراسة يا مؤيد. فالموضوع بتاع السكن يا عبد الحميد. اه وبرضو مؤيد ازا عندك ايضافة بالنسبة ليه. نتكلم حسي عن يوغندا. فالزعار فيها كيف? السكن فيها كيف? خمس دقائق اخونا. وطبعا مؤيد بيكون سنتر مني وعارف اه موضوع السكن داكتا. انه باحتقال عن الدور الجديد كده. انا التجربتي والله يا عبد الحميد ما قريبة. يعني يعني طاوت اكتر من خمس سنوات. لكن سنويا قاعد اعمل اببيت. حتى يوم الليلة ذات وان دخلت عملت اببيت للحاجات للأسعار. فمخلوع جدا من ثبات الأسعار. انه انا طلعت الفين وسبعة عشر شهادي خمسة واربعة من يوغندا. اه خليت الدولار بثلاثة شيلينج بوين ستين. دخلت الليلة لقيت ثلاثة شيلينج بوين ستين بوين فراكشرس كده كيف كمية يعني. مخلوع من الثبات بتاع الدولاري. يا. انت ما في يوغندا حاليا يا. انا حاليا بري يوغندا لكن كنت مخطط اجي. واذا طلعت من المكان الان فيه هو اكشو للتأشيرة ما حدوني لها تاني. واقامتي ممتهية وقصص كثيرة جدا. فقاعد هنا بعمل فجرات الاقامة والقصص دي عشان اقدر اطلع واجي راجع. يعني حتى لو الاقامة على نهاية سنة. باعتبار ان انا خلصت سنة دراسية هنا حاليا. فحتى لو ادوني اقامة حدوني لها متى ثلاثة شهور الى حد شغل 11. السنة الجديدة الاغامات ستبدأ هنا. فاذا طلعت من هنا ما حدر اي. كنت مخطط خطة كاملة. لكن بعرف يوغندا كويس جدا وتجربتي فيها كانت يعني كافية جدا من المعلومات.